إذن مشاهدين ابتداء من اليوم تلتزم شركات سوق النفط العالمية وغالبيتها في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسعر الستين دولار لبرميل النفط الخام الروسي ورغم معاناة أوروبا مع أزمة الطاقة منذ الحرب الأوكرانية لاعتمادها الكبير على مصادر الوقود من موسكو إلا أنها اتخذت منذ بدء الحرب في فبراير الماضي إجراءات عدة للاستغناء عن واردات موسكو فقبل الحرب الأوكرانية ذهبت أكثر من نصف صادرات النفط الروسية إلى أوروبا وكانت ألمانيا أكبر مستورد تليها هولندا وبولندا فيما تخطط المملكة المتحدة للتخلص التدريجي من النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري من جهتها رأت أوكرانيا أن قرار تحديد سقف لسعر النفط الروسي غير كاف ورأى مكتب زيلينسكي أنه من الضروري أن ينخفض السعر حتى 30 دولارا للبرميل حتى يدمر الاقتصاد الروسي بسرعة أكبر فيما ترى الولايات المتحدة أن تحديد سقف أسعار النفط الروسية سيحد من عائدات موسكو ويقلص من قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا لكن في الوقت ذاته تعتبر كل من أوروبا والولايات المتحدة أن وضع سقف لسعر الخام الروسي سيوفر لموسكو هامي شربح يحفزها على استمرار الانتاج حتى لا تتفاقم أزمة الطاقة العالمية والطراب الأسواق ويدخل حيز التنفيذ اليوم أيضا القرار الأوروبي لفرض حظر تدريجي على إمدادات النفط البحرية من روسيا وبالنسبة للمنتجات النفطية سيتم حظرها في الخامس من فبراير المقبل وتعتبر روسيا مورد النفط الرئيسي إلى أوروبا حيث غطت نحو 20% من احتياجات القارة من الخام ولكن الدول الغربية بدأت تجديد عقوباتها ردا على العملية الروسية في أوكرانيا في محاولة للحد من إرادات موسكو من صادرات النفط